مجلس النواب وذلك لمدة أربعة أشهر كانت جلسة مجلس النواب اليوم حافلة بالأسيلة الموجهة إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول السند القانوني وإلى وزارة المواصلات والاتصالات حول عدد ونوع المنشآت الصناعية التي ستنشأ على أرض مدينة شرق سترة الصناعية وعائدات ميزانية الوزارة لعام 2016 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 لكن بند المشاريع بقوانين شهد الموافقة على أربعة مشاريع بقوانين تمت إحالتهم إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال ومن أبرزها مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري في اعتقادي بأن هذه قطوة كبيرة في مجال تنظيم هذا القطاع للمتعاملين من مطورين ومن وسط عقاريين وكذلك أيضا من الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع في مملكة البحرين دائم المجلس خاصة منذ 2014 بدعوة الحكومة بأن يكون لها مبادرات تكون هذه المبادرات رديفة لدعم الاقتصاد وأتصور بأن هذا القانون مشروع هذا القانون هو خطوة كبيرة في هذا المجال الحكومة تحدثت عن أهمية قانون تنظيم القطاع العقاري الذي يمثل إنجازا جديدا سوف يسهم بشكل جذري في تطوير هذا القطاع هذا القانون قانون متطور أخذ في اعتبار وقت الشريعة جميع الممارسات الدولية في موضوع التنظيم العقاري وحمد لله وافق المجلس اليوم على إصداره الحاجة لهذا القانون الحقيقة القطاع يعني متطور ويحتاج لقانون عصري يواكب هذا التطور الموجود فيه فالقانون إن شاء الله يخدم القطاع ويعزز من مكانته وفيما يتعلق ببند تقارير اللجان بشأن المناقشة العامة واثق مجلس النواب على توصية لجلة الخدمات حول دعم المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية وأتمت إحانتها إلى الحكومة نحب أن نرتقي بالحرف الوطنية أن تكون مصدر دخل رئيسي للشخص الممتهن لهذه الحرفة نحب ننميها ونحب في نفس الوقت أيضا نحافظ على حرفنا الوطنية من الاندثار والحفاظ على إرث البحرين وحضارته وزارة مشكورة وزارة تجارة والصناعة المتمثلة في وزير الصناعة والتجارة قام مشكورا بعمل دورات ورش تدريبية لهذه الفئة لاستمرارية هذه المئن والفئات علشان يكون هناك نوع من الاستمرارية والحفاظ على التراث البحريني كما قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة المرافق العامة والبيئة حول إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء وتمت إحالتها أيضا إلى الحكومة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين